هناك تتبع في سلسلة من عمليات تخفيض سعر العملة مما ساعدت مصر في الحصول على قرد بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا بالإضافة لتعهد الحلفاء الخالجيين أيضا بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات لمساعدة الأوضاع المصرية وكانت آخر مرة لجأت فيها مصر الأسواق والسندات الدولية في مارس 2022 عندما أصدرت أوراق مالية مقومة وذلك آخر صفقة ديون بالدولار في سبتمبر 2021 وتمتلك البلاد أيضا 39 مليار دولار من سندات اليوندا المستحقة وذلك وفقا لبيانات جمعتها بولنبرغ وطلعت عليها العربية السعودية وتجاوزت معادل التضخم 21% من ديسمبر وقد اضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفيدة بشكل أكبر لجذب المستثمرين الأجنبيين إلى مصر وذلك وفقا لما جاء من محافظ البنك المركزي من تقارير صدرت منه وقال إنه مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30% من الأشهر المقبلة عدم وجود نقطة ارتكاز في سوق العملات بالنظر إلى التغيير في النظام ما زلنا نعتقد أن البنك المركزي المصري يجب أن يظهر المزيد من التشديد في غضون ذلك تقلصت الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه والسعر في السوق السوداء والتي ظهرت في الوقت الذي كان فيه كفاح المصريون للعصول على الدولار عبر القنوات الرسمية كما أن تكدس البضائع في المواني والذي عزز الطلب على الدولار أخذ في التحسن وقال مدير الأموال في شركة انترناشنال في لندن أن محايد بشأن العملة المصرية وانخفاض الجنيه إلى مستوى 72 كروش مقابل الدولار مما رفع خصائر التراجع إلى 49% منذ تخفيض سعر العملة في مارس من العام الماضي وتعود الجولة الحالية لخفض سعر العملة جزء من حملة طال انتظارها لإعادة توازن الحسابات الخارجية لمصر في أعقاب الصدمات الخارجية في العام الماضي ولكن في التوقعات على المدى القريب لا تزال صعبة وغير مؤكدة وفقا لما جاء في البيانات السابقة وقال خبراء الاقتصاد أيضا حتى الانخفاض إلى ما يزيد على 30% مقابل الدولار والذي يرفع خسائر سعر الجنيه إلى 50% مقابل رفع مكاسب الدولار إلى أكثر من 100% وذلك لا يضغط على فاتورة الاستراد المرتفعة بشكل كافي أو يؤدي إلى انتعاش قوي بما فيه الكفاية لتدفقات التحولات المالية بشكل فوري وذلك لضغط الحساب الجاري وذلك لأنه يتراجع وفي هذه الأثناء قال البنك البريطاني إن صدرات السلع والخدمات المصرية زادت بنسبة 20% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي وذلك تراجع التحولات مع منع الحساب الجاري من تحقيق مكاسب أكبر ونظرا لأن الحاجة إلى العملة في منطقة الخليج والعمل أيضا يحتاج إلى تدفقات المختربين لم تكن بالضرورة ضائعة ولكنها تأخرت بسبب عدم اليقين بشأن نظام الصرف وسط وقعات بمواصلة الارتفاع مرة أخرى قال الخبير المصرفي من الضرورة أن تقوم البنوك بإصدار شهادات استثمارية بعائد أكبر من 20% وذلك لتحقيق عائد مناسب للعملاء وحمايتهم من مخاطر التضخم وأضاف أيضا أن العملاء كانوا يحصلون على عوائد بالسالب بالرغم من إصدار شهادات مرتفعة بقيمة 18.4% وذلك بمعدل التضخم يواصل الارتفاع نتيجة للأزمة العالمية والارتفاع المستثمر في الأسعار المبالغ فيها في هذه الفترة الحالية وهناك قال خبراء الاقتصاد أن هناك شهادات بسعر عائد سنوي تصل إلى 26% وعائد شهري تصل إلى 23.5% من بنكي الأهلي وبنك مصر سيتم طرحها قريبا ويبحث الكثير من المواطنين عن كافية الاستفادة من شهادات ذات العائد 26% و22.5% و23% بمعدل عائد شهري وأعلن البنكي الأهلي وبنك مصر عن طرح شهادات جديدة بعائد سنوي 25% عند حدود 22.5% وذلك لمدة عام واحد وتصدر الشهادة للعملاء الحاليين والجدد بقيمة ربط 1.000 جنيه ومضاعفتها على تاحة الانقراض بضمان لمدة عام كامل كما سيتم استفادة المواطنين من شهادات 25% وترى الخبيلة المصرفية نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك المصر السابق إن شهادات المطروحة من جهة البنوك الحكومية اليوم زادت إلى 26% بمعدل سنوي و22.5% بمعدل شهري وذلك لتحقيق رغبة المواطنين في وعاء إدخالي جديد بمردود عالي وقالت أيضا إن الشهادات المطروحة في ظل حدود الفائدة العالية المعلنة ستساهم في معالجة الفائدة السالبة وهي الفرق الموجود بين التضخم والسعر السائد للعائد القديم وبالتالي التحول من الفائدة السالبة إلى الموجبة مما سيقل من تآكل رؤوس الأموال الموجودة بيد المواطنين وأكدت أيضا أن الشهادات الحالية ستقل من مستويات التضخم والبالغة نحو 21.5 تباعا لآخر بيانات المركز المصري عن شهر نوفمبر الماضي وهناك تعويم قادم بتحقيق أسعار التهارية جديدة وتوقعت أيضا أن تشهد الفترة الحالية حدوث عملية طفيفة من التعويم خاصة في ظل سعود الدولار أمام الجنيه نحو ما يقرب من 29 جنيه مصريا وتابعت أيضا أن هناك سيولة متخارجة اليوم تتمثل في صناديق الاستثمار بالبرصة المصرية والتي تحولت إلى شهادة ذات عائد المطروح من جهة البنوك الحكومية وأضافت أيضا أن البنوك المصرية لم تتحمل شهادة 18% السابقة في ظل وجود سقف زمني وهو من سنة ماضط وذلك أدت إلى أن الشهادات الجديدة المطروحة ستكون لها سقف من جهة الشراء وعدم الإصرار والبنك المركزي المصري حدثت له أنه جدد شهادات ستتجه نسبة 40% من قيمة الشهادات المطروحة لدى البنك المركزي المصري كعائد احتياطي إلزامي للبنوك لتلافي حدوث أي عارض وهو منها سيدعم موقف المركزي لتدخل وتخفف من عبء الشهادات الجديدة على البنوك في ظل العائد المرتفع وأوضح أن بقية التمويلات المصاحبة لقرد الصندوق النقد الدولي سيتم تأمينها عبر آليات التمويل المختلفة ومن بينها سندات البنداء الصينية التي كشف أنه سيتم طرح قريبا جدا للبرصة المصرية أن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيضمن الطرح وفيما كشف وزير المالية أيضا أن قيمة السندات التي سيتم طرحها في الصين تبلغ 500 مليون دولار وهي ضمن حزم من حلول تمويل تسعى الدولة لترقها لتنويع مصادر التمويل وأوضح أن الحكومة بدأت الحديث الجاد مع المستثمرين لطرح السكوك السيادية في العام المقبل بين 1.5 و 2 مليار دولار كما تستعد أيضا لإتمام طرح جديد من سندات الدولارية في العام الجاري وانهيار الجنيه المصري مقابل الدولار في الأربعاء الماضي مسجلا انخفاض غير مسبوك في تاريخ العملة مما ينزل بالمزيد من الضغوط الواقع على كاهل المصريين الذين يعانون بالفعل من غلاء غير مسبوك في الأسعار ورغم التعافي المحدود للعملة لا يزال خطر انهيار العملة المحلية قائما وهو ما دفعنا إلى القيام بجولة مع خبراء الاقتصاد والتمويل في محاولة لإيجاد حلول مقترحة للأزمة الاقتصادية وهذا ما أوضحناه في هذا الفيديو الذي نتحدث فيه معكم ووفق انهيار سعر الصرف وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 32 جنيه و20 كرش للدولار في الأربعاء الماضي مقابل 27 جنيه و60 قرش عند افتتاح التعاملات وهذا هو ما يأتي نتيجة لبدء السلطات المصرية تحريخ سعر الصرف اتباعا لما ينص عليه اتفاق قرد صندوق النقد الدولي من ضرورة تبني مرونة أكبر في التعامل مع سعر الصرف وهناك شروط أخرى وفقت عليها الحكومة المصرية أيضا قال وائل النحاسي المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال أن قرار التعويم أو المرونة في سعر صرف الجنيه ضروري لإدخال الموارد الدولارية المتاحة إلى النظام المالي الرسمي لكنه جاء متأخرا جدا وأضيف أنه كان ينبغي تحقيق وفرة في العملة الأجنبية واعتقد أن السلطات النقدية تأخرت كثيرا في اتخاذ القرار الذي كان ينبغي اتخاذه وعنده مستوى 25 جنيه للدولار لا بعد مستوى 32 جنيه الذي وصل عليه في الأيام الماضية وقال خبراء الاقتصاد أيضا أن مصر لم تكن أمامها بدائل عن قرض صندوق النقد الدولي ولا يوجد تعويم آخر خلال هذه الفترة والذي قال أن الأسعار قد تنخافض خلال هذه الأيام والشهور المقبلة في ظل توجهات الرئيس المصري الذي وعد بحل الأزمة خلال شهرين من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في المواني وهذا ما كشفه خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي يدخ سيولة دولارية بشكل مستمر للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني والإنتاج حرصا عنها على عدم توقف العملة الإنتاجية وهو ما تم تكوين مجموعة من عمل البنك المركزي ووزارة المالية لوضع هذه السيناريوهات المختلفة لكافية سد الفجوة الدولارية في موازنة هذه الأزمة الدولارية وفيما يتعلق بإجمال التدفقات العملة فإنه سوف يكون سد الفجوة الدولارية إشارة إلى أن الحكومة المصرية تقوم أيضا بصورة دولية بموافقة متابعة هذه الموارد واستخدامات النقد الأجنبي الذي وصل إليه بالتنسيق مع البنك المركزي بخصوص هذه الفجوة وهذا ما وصلنا إليه معكم في نهاية هذا الفيديو نرجو منكم متابعة القناة والاشتراك فيها وعمل لايك للفيديو حتى يتم التوصل إلى كل ما هو الجديد بأسعار بأخبار الدولار في مصر دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة